أسأل الله مساءكم مشاهدين إلى ما كنتم طابت أوقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى نقاش على المباشر يأتيكم من الإخبارية الأولى في الجزائر وفي عدد جديد في خرجة هي الأولى له منذ تعيينه على رأس الحملة الانتخابية للمترشح عبدالعزيز بوتفليقة على رأس مديرية حملة المترشح عبدالعزيز بوتفليقة عبدالملك سلال أكد اليوم في أول خرجة له باتجاه مركزية نقابية لأن الرئيس بوتفليقة سيقوم بإصلاحات عميقة حال فوزه بعد ندوة لوفاق وطني هذه الندوة ستترجم بمقترحات لإصلاحات عميقة خاصة في الجانب الاقتصادي خرجة سلال اليوم التي حملت خطابا مسوقا لبرنامج ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لعهدت الرئاسية الجديدة قال أن الرئيس أو أن المترشح عازم على النهوض بالاقتصاد الوطني وأن الجزائر بإمكانياتها المالية الحالية رغم الأزمة قادرة على أن تذهب نحو بر الأمان كما لم يفوت عبد الملك سلال الفرصة لمهاجمة الإدارة بقوله أن الإدارة والبيروقراطية يجب أن تخرج نهائيا من الاقتصاد الجزائري وأن الإصلاحات التي يقترحها الرئيس تصب في إبعاد نموذج الإداري عن النموذج الاستثماري الاقتصادي مشاهدين عن أي إصلاحات عميقة نتحدث عنها عبد الملك سلال هل ستكون هناك مقترحات لإثراء الدستور أو تعديل جديد للدستور بصيغة أخرى هل الإشكال اليوم في برامج اقتصادية جديدة أم في تطبيق نموذج اقتصادي لم يطبق منذ حوالي ثلاثة أو أربع سنوات تم الاتفاق عليه في إطار ثلاثية ثم هل يمكن وفق الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر ودول أخرى عالمية أيضا هل يمكن الذهاب نحو بر الأمان بهذا المسار أو بهذه الطريق أسئلة اعتراحها في هذا العدد وأسعد بأن يكون ضيفي دكتور لمينة عثماني رئيس كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني مساءك طيب متأطير كذلك أسعد أن يكون ضيفي السيد محمود قساري عضو مجلس الأمة عن حزبها التحليل الوطني أهلا وسهلا بك سيد محمود أبدأ معك مباشرة دكتور لمينة عثماني اليوم نتكلم عن تسارع في الأحداث نتكلم عن حراك في المشهد السياسي خاصا بعد إعلان رئيس الجمهورية الترشع لعودة رئاسية جديدة خلينا شويا نحل خطاب سلالة اليوم نتكلم على لسان الرئيس بصفته مديرا لحملته يقول أن الرئيس تعهد بندوة للوفاق أو للتوافق الوطني الشامل هكذا هل ندوة متعهد بها من أجل أن يرتف كل الجزائريون على الجزائر؟ هل ندوة متوقع أن تجمع حتى تيارات لم تكن في يوم الأيام على طاولة واحدة مع السلطة السياسية في الجزائر؟ نتكلم عن تيارات حتى في التيار الإسلامي نتكلم عن معارضين في اليسار لم يكنوا يوما على طاولة حوار مع السلطة في الجزائر؟ أم ندوة لن تختلف عن لقاءات تشاورية حول التعديل الدستوري في 2016؟ ندرها أنا ذاك سيد ويحيي تفضل شكرا أولا الرجل الذي أستطع أن يجلس على طاولة بمصالحة وطنية بين ضحايا الإرهاب وبين الرجال المقامة وبين المغربهم فلا هيش جديد بها يلاقي أطراف سياسية رجل الرابعة اخترته وهي ترشح حري بمعنى أنه رجل التوافق رجل يريد أن يجمع الجميع أن يحقق توافق ما بين كل أطراف شرائق وهذا تعاون طبعا لأنه عودنا أن يلتزم على أي مبادرة وهذه أزيد على هذا هي أولا استجابة لمطالب المعارضة سمعنا حتى بعض الموالات وبعض المعارضة كانوا تكلموا على نوع من التوافق كان يسميه إجماع كان يسميه ما شئته لكن كانوا على أساس أنه ثقافة جديدة بحاجة إلى لم الشمل وفي نظر رئيس جمهوريحنا باللغة بيثام المشاهد الكريم دار الكبيرة أراد أن يقول أن يلتزم إذا انتخبه الشعب طبعا بطريقة ديمقراطية يوم الاستحقاق سيتعهد أن يكون لم شمل كل أطراف تيارات سياسية مدام هو مطلب لأنه حصل باللي حال الآن إلى انتقال إلى الدولة المدنية لأنه الدولة الوطنية طالت بعد ما خرجنا من الشرع الثورية مع تاريخنا نثمنه ولكن من أجل بناء بنية اقتصادية قوية وننتقل من جدلية المجتمع المستهلك إلى مجتمع منتج نحن بحاجة إلى المناجم أنا سمعت كلمة مهمة وكننا الأحرار طالنا عدة مرات ونركزنا على أساس يكون اقتصاد رقمي الدولة الإلكترونية استجابت على أساس أنه حال الوقت لبناء الاقتصاد هو الذي يسير فالتسير الآن حال الوقت إلى رجال الرجل التقنية طبعاً التصور سياسي ولكن الآلية تنفيذها حال الوقت لإعطاء رجال الاقتصاد تكون قلعة اقتصادية حقي ما راحش الحال؟ ما زال الحال؟ لا 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 لأنه شوف الجزائر تشوف مل سيسان دو كوت يعني دو مليون كاك سوبرفيسي يعني ربعين مليون نسامة أرقام جولوجيا غانية يعني مورد بشري قوي جستموح لوقت الاستثمار في الإنسان هذا من من التقسير بغض النظر لأنه كان إشكاليا أنه شفنا طاقم الحكومي يتفوت حتى في طريق التسويق لإنجازات البنية التحتية لما حققته الجزائر من إنجازات في البنية التحتية حتى تسويقها بوق من هنا و هناك من داخل القرش تحاول أنه تقلل من الإنجازات ولكن تبقى غير كافية إلا ما رحناش إقلاع الاقتصادي الآن كيف ننتج كيف التحدي الكبير وندخل في الاستقلال الاقتصادي الحقيقي وهذه هي السيادة الحقيقية بعد استقلال السياسي الوطني تعتقد أن ندوة قد تنجح في حال نجاح الرئيس بالانتخابات سيبا حمود ندوة تنجح بالنجاح الرئيس لأنه السيد الرئيس بين المعارضة أو بين تيارات المولاة أيضا بين كل مشارب الشعب الجزائري خاصة المشارب الإيديولوجية تيارات المولاة هي مجتمعة ولكن تيارات المولاة لديها مشرب واحد و تيار وطني أما تيارات الأخرى المتباعدة مثل تيار الإسلامي كل تيارات يجب أن تجمع إذا أردنا أن نحقق إقلاع اقتصادي يجب أن يتفق الجميع على ضرورة ذلك و يجب أن يجدوا مكانا لهم أو إشراكهم في الحكم بطريقة أو بأخرى لهذا أنا أقول الإقلاع الاقتصادي لا ولا يتحقق إلا بإجماع واجتماع بالجزائرين نعم واعتراف سياسي هذا أولا هو رايح له السيد رئيس الجمهورية و نحن نثمنه و نبركه بقوة هل تتوقع أن يجلس في طاولة واحدة للتحاور كل التيارات حتى يعني يجلس اليسار مع اليمين مع التيار الإسلامي مع المعتدل مع الوطني تعتقد هذا؟ أعراج علي أخي الوطنية مع ضحايا الإرهاب واجتمعوا وتسامحوا وهذه صفة في الشعب الجزائري صفة يعني نادلة في الشعوب رانا رايحين لتصالح إيديولوجي كل المؤطرين إداريا وكل المؤطرين إيديولوجيين وفكريين كلهم مدعوون للندوة الوطنية اللي من بعدها يجي إقلاع اقتصادي بسهولة وسهولة تامة الشيء الآخر اللي علاقته اللي هو الإدارة نذهب إلى إدارة إكترونية شيء الواحد اللي من شأنه أنه يدير إدارة شفافة إدارة ما فيها شبير قواطية هي الإدارة الإكترونية الإدارة المركزية لا مركزية في القرار والمركزية في المراقبة لا مركزية في القرار أنك تقدر تأخذ القرار من والي الولاية أو رئيس البلدية ومركزية المراقبة هو أنه الوزير الأول يستطيع أن يرى تصرفات الولات ورؤساء البلديات يوما بيالهم ومديرهم ولهذا الإدارة الإلكترونية نطالب أن تكون لا مركزية القرار ومركزية المراقبة نذكر المشاهدين أن يمكنكم أن تتواصلوا معنا على الرقم ظاهر أسفل الشاشة 66-05 لإرسالي كل مقترحاتكم حول هذا الموضوع في حصة نقاشها المباشر دكتور عثماني بعض المتابعين للشأن السياسي يقول لك أن ربما الأمر يتعلق بتعديل دستوري قد يكون لاحقا في بعض الانتخابات وإستحداث مناصب جديدة وربما تعديل بعض المواد تعتقد أن هذا أمر قد يكون قد نذهب إلى تعديل دستوري جديد؟ الدم كان التزام على أساس يكون إصلاح سياسي من بين الإصلاح السياسي والإصلاح الدستوري لأنه من خلق القراءة الأولية للدستوري التي تعكس نظام سياسي القائمة نحن من خلال هذا الحراك السياسي 25 سنة على الأقل من تعديل الحزبية من هذه التجربة فاتية تحتاج إلى تقويم واستدراك الأخطاء مثلا أنا في نظري كانت نوعا من التعجيل والإصراع في تعديلات كانت نظرتها قريبة المدى ما كانت متوسط مدى بعيد المدى في نظري ماخذاش وقتها الكاذي وهذا ما تبين مع الوقت فرغات قانونية فرغات دستورية في نظري من خلق أولا خاصة أنه نحن كان أولا نتلق على أساس إعطاء اليوم مثلا الإختار من طرف المواطن للمجلس الدستوري وهذه سابقة في مجلل حق الإنسان المعارضة حان الوقت إعطائها بأليات واضحة معالم ما نكون صريح معك لأنه هناك إرادة سياسية على مستوى وجسدها الدستور تعدل الأخير على أساس أنه إعطاء دور المعارضة في البناء الديمقراطي ولكن في تصوري بحاجة إلى خطوات بسرعة برتم أكثر قوة زيادة على هذا أنه اليوم سلطة شريعية في تلفص من السلطات أصبعت من المسلمة بالديبلوماسية البرلمانية لتلعب دور كبير هذه مبين نقاط بحاجة إلى إضافات أخرى فالحراك السياسي وحتى كما قال السيد محمود على أساس أنه التصنيف الكلاسيكي للأحزاب السياسية تجانوا في أوروبا الآن مع التواصل الاجتماعي الجديد أصبحت ستستهلك اليوم الحقنا زيرو بابي الجريدة الوراقية ستروح فالعالم يتحول يجب أن يكون تحيين فنحن كطبقة سياسية يفترض أنه نواكب العالم من أجبناء دولة عصرية يجب تواكب المتطلبة المواطن من تحسين قدرة معيشته للمواطن وشي همه لديباني أنه نتمنى اليوم أعطيني الموايبة كيف نطلع لمستوى معيشة المواطن هذا هو الهم الآن المواطن يبحث عن رفاهية نعيش كريم حتى التصنيف الكلاسيكي تصنيف الكلاسيكي لأحزاب السياسية شوف في فرنسا اليوم احتجاجات تعليجي جون وأن الحزاب عندها مئات سنين على تقاليد في الديمقراطية أصبح نوع من الإفلال السياسي فيجب إعادة نظرة جديدة في طريقة تعبئة وتجنيد الجماهير على منفع عامة من أجل الصالح العام أنت تطرح الآن إشكالية قوالب تقليدية لتجنيد الجماهير هل أصبحت هذه القوالب التي هي الأحزاب اليوم مفرغة لا تستطيع أن تقنع؟ تفضل هي يجب تحديث وسائل الممارسة الديمقراطية ابتداء من المجلس البلدي الولائي البرلمان ومجلس الأمة هذا من ناحية المجالس من ناحية الأحزاب يجب تحديث وسائل الممارسة الديمقراطية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي وبما يتماشى مع الوسائط الاجتماعية وشبكة التواصل الاجتماعي إحنا الفلسفة التقليدية لممارسة الحكم لممارسة التعبير عن الرأي كلها أصبحت قديمة تمشي لم تصبح تسطح للمستقبل لأنه لما وصلنا رسالة عن مواطن لوزير أو قلناها ونعودها أو لوزير أول يا أخي أنا نوصلها له في عشر أيام ولكن تلقى ذلك المواطن البسيط من هاتفه يقدر يديرها يعني شفنا حتى وزير داخلية تلقى آمي معه في الفيسبوك وبالتالي تشوف الأمور بلي جوزتنا يكونوا صراحة جوزتنا تكنولوجيا هذه يجب يجب أن نفكر في فلسفة جديدة نخلق من خلالها على الفكرة هي ليست فلسفة نظرية هي فلسفة تطبيقية لأنه اليوم المشكلة أنه نتكلم كثيرا عن نظري قوانين آليات مراجعات ولكن ميدانيا عندنا مشكل أنت الآن شاب عضو مجلس الأمة رئيس جمهورية تكلم في آخر رسالة عن الشباب نحن نتكلم عن الشباب ولكن لحد ساعة على فكرة المجلس أعلى الشباب لم يعين هذا إشكال أيضا سي محمود شوف الأمور تفرض نفسها ونخلو الأمور يعني تمشي وسوف ترى النتائج هذا واقع المجلس الأعلى الشباب فيه دراسة فيه قوائم يعني راي تدرس باش يكون أكثر تمثيلا ويكون الشاب أكثر تواجدا ما بين عمو الشباب يعني باش يمثل أكبر عدد ممكن من الشباب والأغلب من الشباب هذا شيء آخر فقط احنا بالموازات مع تحديث ورقمنة الإدارة يجب تحديث ورقمنة العمل والممارسة الديمقراطية طي الدكتور عصمالي تكلم اليوم عن رغبة في تغيير النموذج الاقتصادي إن صح التعبير اليوم لما نسمع أسلالي تكلم على رسال الرئيس تتكلم أن الإدارة هي أكبر متهم في الجزائر معرقة للاقتصاد البلقراطية هي المتهم الأول المعرقة للاقتصاد لكن عندما نتمع ونرى في الواقع الإدارة هي صنيعة سلطة البلقراطية هي صنيعة حكومة انعكاس انعكاس وهذه ممارسات نظرا لتراكمات في التسيير الآن كيف تريد أن تقلع بندوة وفاق توافق وطنية وان تقلع باقتصاد ممارسته في الميدان ممارسة خاطئة اليوم نتكلم عن رغبة في خلق الثروة بإداريين ألا ترى بأن هذا ربما تناقف في الخطابة أو ازدواجية شوف نحن الأحراء كنا سبقين وطرحنا هذا الإشكال بشكل مهم على أساس أنه ليمكن مثلا في الجماعات المحلية عندك ولات عندك رؤوسة دوائر للشق الإداري مثل الدولة داخل الجماعات المحلية مش ممكن واحد يكون عنده تكوين إداري وطالب منه يخلق فضاء الاستثمار ويدير اقتصاد فيها مناجما فيها قواعد سير تدرس هذا علم الوليين ما يعرف شنو هذا البورسة وشنو هذا القيمة المضافة المردودية الانتاجية طريقة بناء مؤسسات تشجيع على آخر الفضاءات هذه ثقافة اقتصاد تحتاج إلى مناجر إلى مسير عنده اقتصاد في هذا المجال احنا طلبنا من إداري يروح يسير بتصير اقتصادي سمر شبار ما زلنا نفكر لا يمكن ما زلنا نفكر بالتفكير إداري وتصير ذات المؤسسات داخل المؤسسات ويمحتاجها إلى طريق طرق اوه تصير جديدة تواكب حتى القوانين خلينا نكون صريح تبقى غير كافية إلا ما كانش ما حضرناش المورد البشري المؤهل والكف تصير شكل اقتصادي شكل اقتصادي ما فيش محابات ما فيش حسب سياسي فيه كفاءة فيه دفتر عباء ما بقاش تقول لي أنت مي إكس ولا أنت مي الباولة تبقى الكفاءة الأحسن الأنسب في طرق تسيير حديثة في خلق الثروة تعطي الولدوني يعطيك نماذج ويقترح لك حلول من أجل إنتاج هذا مفتقد اليوم في الجزائر طبعا طيب كيف كيف يمكن أن تقنع اليوم خيقة دكتور كيف يمكن أن تقنع اليوم الشعب الجزائري كيف تقنع رأي العام بأنك تريد أن تصلح الاقتصاد وممارسات الاقتصاد في بلدك وممارسات ضعيفة يعني اليوم أنا نتكلمك على استثمار بسيط يمر على ألف مكتب نتكلمك على استثمار بسيط يحتاج ألف توقيع هذه بيروقراطية دكتور عثمان أنت راها غلبة الحكومة غلبة سياسة الدولة التسيير مش ممكن تصير الاقتصاد تصير إداري هذه متافقة عليها ما زالنا نفكره بالألماط القديمة عليها قلت لك الاستثمار في المورد البشري لأن جيد جديد أعطاء المشعل لهذا الشباب الكف المختص في الميدان فهي عملية علمية اقتصادية مش كتر سياسية يقول لك دون موالي مويتة بوليتيكة ما هي الإمكانية على سياستك لأنه نبقى الاقتصاد هو اللي مش السياسة ما السياسة تمشي الاقتصاد هذه الشعبوية والخطب ورنانة وذيك الإرادات تبقى غير كافية لأنه لنقى الاقتصاد أو علم والعلم يحتاج لكفاعة يحتاج المورد البشري المؤهل على الان ركز لك على الاستثمار في الإنسان لأنه لان حال وقت المناسب النوعية في مجال الاقتصاد أعطوه أصحاب الاقتصاد فضل دارة سياسة خلينا نكونوا شجعان نزيدوا خطوة الأمام ونكونوا الصراحة نحن من هذا المنبر تعالناها إذا كانوا حابين دلوا تغير في الإدارة أو وجه الإدارة يتغير يجب ضخ دماء جديدة شباب نريد من السيد الرئيس أنا كشاب ونعبر الشباب نريد من السيد الرئيس مباشرة وراء رئاسيات يدير ثورة داخل الإدارة هذه هي ويدير شباب أهل اختصاص في المناسب يعني كلهم في مجال اختصاصي هذا الوحيد لما تجيب إداريين ربعين سنة وما يمشوا بالذهنية الإدارة بالذهنية التسيير بالذهنية الريع ويعني بين عشية وضوحة تطلب منه ويتغير يصبح رجل المناجمنت رجل الاقتصاد لا يستطيعون غير ممكن لأنه وخاصة في نهاية مشوارهم المهني الأغلبية نقوله صراحة يجيلوا في الكارير تاهم باش يخرج ويخرج كما يقول كمستور ويخرج بلارة تاهم مش ممكن يفكر بالطريقة تاهم وتعكي ياسر هذا الشيء مفروق منه ولهذا احنا مطلبنا واضح كشاب وكما ممكن الشباب يجب إجراء ثورة داخل الإدارة بضخ دماء جديدة في المناسب وفي جميع مفاصل الدولة وفي مراكس القرار دكتور نامين هو يتكلم الآن عن ضخ دماء جديدة لكن أتكلم أنا عن نموذج اقتصادي الإدارة والبنوكراتية تحدث عنها سلال قال العدو الأول الاقتصاد هو الإدارة والبنوكراتية لكن على مدار سنوات شفنا ثلاثيا عقدة شفنا كلام عن نموذج الاقتصادي اللي قامت به ثلاثية مع المركزية النقابية مع أرباب العمل ولكن مع الحكومة ولكن شفناش نتائج ميدانية في الواقع اليوم نمر بأزمة في الجزائر نمر بأزمة اقتصادية حبينا نقول لك رهنا الأموال ما كانش دراهم ما كانش يعني الطالبيات راه تزيد الكثافة السكانية راه تزيد مشاريع تزيد دكتور نامين هل تعتقد أن الحلول الاقتصادية تحل بكلام فقط دون أمور ميدانية هل لمست أنت كرئيس كنة الأحرار أمور ميدانية تسرع في الاقتصاد تسرع في عجلة التنمية شوف أخي أسف أنت في 2019 ما زلنا الاكسيدرول تهدر على الإصلاح الجبائي واكسيدرول بسسل وبدو نقار أنت ما زلت في 2019 ما زل معناش بطاقها تعريف وطني كل جزاريين ما رقب من الجهودات بدلت خاصة في قطع الإصلاح في الإطاع رقمالة الإدارة بالنسبة للعدالة الداخلية ولكن يبقى غير كافي نحن قلنا إدارة إلكترونية واقتصاد رقمي اليوم بتتعاود ترضي عادة النظر في السياسة الدعم بتتعاود تتحافظ بتتعاود بالشفافية يبقى لوجيشي يعني ما بقاش الوكونتاكت بين العبد يبقى الوسائل التكنولوجية هي اللي تخرجك حتى في توزع السكن يبقى لوجيسيال ولي يخرج ما بقاش هذي كوميسيون العبدي يتصرف لازم تقلل تصرفات بتحارب الفساد وتحارب هذه الممارسات البيروقناطية كل ما تدير التكنولوجيا كل ما تخلي لغة الإعلام الآلي الكمبيوتر برقمنا بوسائل واضحة معالم ها هو نتائج واضح أمل مكشوف يكن تنقص تدخل الإنسان في السلطة التقديرية وتخلي العلم والإعلام الآلي هو الذي يجيب على استفسارات معينة في احتياجات المواطن من خلال توزيع من خلال احتياجاته خلينا نقول اللي راح تحل مشاكل تلقائي حتى لو نيفو دفي يعني خلينا نكون صريح معاكم لو نيفو دفي لي زرجالي يزون درواد وفيفر ما حقهم لأنه علاه لأنه بلاد شابة وكبيرة وعنا تاريخ شوف عنا تاريخ من أعظم درنا ثورة من أعظم ثورة العالم ولكن حالوقت حنا جيلا استقلال لازم نتحمل مسؤوليتنا كما كان أسلافنا اليوم من مواجبنا لأنه الاستقلال الاقتصادي كما كان يقول محمود هو رو شاب وانني شوية كبير عليه شوية يبقى دونك دونك سيتا دفوار كما كان وكان كان محمود في الخمسين كان يكون ديدوش كان يكون إلا فيه سون دفوار المجاهد الشاهد وكيبطع يبقى صحاب الشرعية الثورية موش فيهم هذا رمز من رمز وطن ولكن سيني تقولهم يسلم الشعب وطني شاب بدأتك أمور شخصية ثلاثة عرب البلد موش مكنش ولكن يقول يا سيد الرئيس الجماعة اللي معاك نمغالقين مدالي فو باراش هذي محمود يقول هنالك لازم يزيروها وكل محمود مغالقين دالي فو باراش نحن يقول محمود ولا لامي لا يسر نحضروا على 25 مليون جزاري لأقل من 45 سنة عمود نحضروا هذي إلا رمز من أولا هنالك وش حبينا نقول كيف نسوق اليوم طريقة هذي هنالك مجنش ندلو القرار هنالجزار في دين الإسلام هو دين الإسلام والدولة طبعا يهدر على المحبة ويهدر على الله في أخي ويبقوا لكن الدين يقول أهل الحلي والعقد صح يقول من شي من هبب ودب شوفوا شصراف الرئاسيات أنا على غضي الحال يعني بلادي ما يتعلي رجال ندلو التهريج هذي ضحكوا لينا نعلم مرد بلك مش بسم الديمقراطية يقول لي من هبب أنا قلت ذاكنا في بلاتو قلت أفكتوني سبك جود ولي بيع البطاطا عاش الإنسان نعرفها قدره مش شي حكذا ولينا ضح مضحكا اليوم حان الوقت المعايير قيم ألا قلتك الإنسان القيمة يا يسر الأخلاق صحيح والعمل والعلم تبني حضارة هؤمن العناصر الأساسية التي يجب أن نستثمر فيها هو بقوة قطاع الفلاحة يجب أن يولى الاهتمام الواجب لأنه يعني عمود من أعمدة السيادة الوطنية ويعني يقدر يكون بديل بديل للنفط والمحروقات الشيء هذا اللي مش متناغم حتى الإدارات الأخرى لا تمشي ليست على نفس طول الموجة مع ما يبذله وزير الفلاحة مثلا يجب أن الكل يتناغم فيما يعني لما ترى يعني قطاعات متناقضة وقطاعات تواجه بيروقراطية من قطاعات أخرى يعني الاستثمار في السياحة الصحية التي تنهك الخزينة العمومية من العمر الصعب 150 ألف جزائر رحوا لتركيا طبعا الاستثمار في المشاريع أو البلد التحتية اللي عندها أبعاد استراتيجية مثل السكاق الحادية يجب الاستثمار في هذا الشيء وإلا ما نقدوش نمشو لقدام بالاقتصاد الشعبوي وبحل المشاكل الآنية هذا هو اليوم نحب هذا اليوم هذا هو نقاش نقاش اقتصادي ماذا بينا اليوم مترشحين كلهم بدون استثناء لهم جزائريين من حقهم كل واحد يورينا مشروع اقتصادي قالوا ديبا مش يسبني يسبك اليمنع اعطي قفزة وعي الممارسة السياسية اليوم رئيس جمهورية عنده برنامج كل المرشحين غضوة غضوة يأكدهم من حقهم كي جزائريين يوريو الشعب الجزائري ما هو المشروع الاقتصادي ويكون لديبا ايكونوميك قالوا القطاع الفلاحة قالوا القطاع السياس ويحب يتدير في الخدمات وعطينا مشين وثمين ذوق الجو من الله بشكل واقعي اللي يحترن البيئة الجزائرية وبشكل واقعي نحن تكين اكزامل هنا هدرنا بلزر فور بلنا من الديفايان بار اكزامل دو فيس كيفارة صحيح عرفنا تدخي من الفواتير انت تقول الاستثمار تعطي خمسة تغيروا سيارات معلش صح ولكن التروازان لازم يدخل في الثلاثين في المياه الى الثلاثين في المياه ما 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 تخلش الثلاثين في المياه تعتصنيع في الجزائر واذا قلت الوطاش في سكول يعطينا منهم البلد الوعي في العالم الناحة تيفيا ستجو شامي فيو أنا شو لازم استدراك حتى فخمت رئيس تكون عنده النية ولكن من خلال هذه الدواء ومن خلال هذه الرسالة قرأة انه النوع من تقييم نثمن مكان ايجابي ولكن بكل شجاعة سياسية واخلاقية بعض التقصير لازم ان يمنعجهم مش اشكل ويلا سوي كوراج بوليتيك قال يا ودي في هذه اصبت في هذه محتاجة لتقييم وعلى قال الندواء وعلى قال لمهم قاع لانه رجل يحب يجسد اللي جمع موش بالشعار يجسد والتزام ويقول لنا إذا انتخبني الشعب إذا انتخبني هو مازال موش رئيس جماعة أو رئيس منهار رح يقدم روحه ان شاء الله انا هترو معاك خلي الممارسة ان شاء الله احنا احنا نتمنى الشعب والفاصل اهلا بكم مشاهدينا نتذكر عن الخلال التقني الذي حصل قبل قريب والخارج عن نطاقنا نكمل نقاشنا عن مباشر كنت عندك سيم حمود قساري نعتذر من ضيوف الكلام على هذا الخلال التقني قلت لك اليوم نتكلم عن نغوض اقتصادي دون المساس بالجوانب الاجتماعية هذا كلام في إطار رسالة في إطار ما قاله سلال اليوم هل تعتقد أن النظام الاجتماعي لمشى به الجزائر نظام سليم وفق الدعم يعطى لكل الناس الغني مثل الفقير هل ترى بأن هذا السوسيال الذي فيه نوع من التبذير إن صح التعبير لن يجعل الجزائر تقلع نحو نموذج اقتصادي جيد شوف قيانو قاعدة المساواة لا تعني العدل نحن نادينا وما زلنا النادي يجب أن يكون هناك دعم هادف عوض الدعم المعمم دعم يستهدف الفئات الهشة دون غيرها وهذا هدف استراتيجي لمشي في تحقيقه إلى حين تتوفرنا كل الإمكانيات وإمكانية الإعلام الآلي والرقمنا اللي تسمحنا بتحديد المعوزين والفقراء دون غيرهم باش يروح لهم الدعم لكن خليني نكون صارح معك لحد الساعة لا توجد قائمة للمعوزين في الجزائر نعم يجب العمل بتنسيق مع الوزارة الداخلية ووزارة التضامن ومديريات الضرائب هذه الأمور كلها تنسق وتعطينا يعني فينية المطاف قائمة نهائية وتحين كل مرة ولماذا لا تكون عندنا مديرية مركزية ومديريات ولائية هي التي تحين قائمة المعوزين والذي يجب أن يستفيدوا بالدعم هذا من جهة الجهة الثانية هذا حل يعني ونقدر نعتبره حل مؤقت لنمشو به عشر أو خمس أو عشر سنوات على أكثر تقديم لكن الهدف الاستراتيجي لما يجب رفع القدرة الشرائية للمواطن لما نقول المواطن ليس المعوز أو ليس دفع الخبز أننا ندفع له ثمن الخبز أو ثمن السكر المواطن عن طريق رفع وإيجاد خطة حقيقية واضحة المعالم لدى الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة في سبيل يعني تمكين الدينار الجزائري من استرجاع مكانته هذا الشيء الوحيد والأوحد اللي من شأنه أنه يرفع القدرة الشرائية القدرة الشرائية ليست خبز وسكر وزيت القدرة الشرائية أنه المواطن يجب أن يستطيع أن يشتري بيت بعمله يعني أو راتب الشهري يستطيع أن يشتري سيارة هذا هو القدرة الشرائية وهذا لن يتأتى لن يتأتى إلا برفع من قيمة الدينار ترفع قيمة الدينار وإيجاد بدائل حقيقية من الناس يعني متخصين في القطاع هذا في سبيل رفع قيمة الدينار وباش نرفع قيمة الدينار لا مناص لا مناص من الاستثمار وبقوة في أولا الفلاحة والنقل نقل المعلومة نقل السلع كل ما يعني يجاور هذا القطاع دكتور لامي نختم معاك سياسة سوسيال في الجزائر تخلينا نروحه بهذا الشكل نحو اقتصاد متنوع واقتصاد قوي هذا بكسام نوفمبر هذا كل حال هذا السمراء لبناء دولة اجتماعية والحكومة لحد ساعة ومدخلها رئيس الجمهورية يلتزم في عدة معطات ونشوفنا الحكومة درت بعض الضرائب وندخل بالمرصد لها رئيس الجمهورية ولحها يعني إصرار رئيس الجمهورية على أساس أنه يحافظ على طبق الهشرة يتحتاج إلى عينها يبقى اليوم الإصلاح في منظومة الدعم يروح لمستحقه أنا بالنسبة لي أنت تستهل كيلو سكر وواحد يدير القط ويستهل بابورت على سكر ومشلوه سعر واحد 80% يروح الدعم للناس لما يستهلوا الدعم هذا هو المون كاغني أنا في نظري عليها ركزنا على إدارة أكترونية اقتصاد رقمي بلغة الأرقام يبان وراء المحتاج اللي مش محتاج مدام الستيلو والورقة والعبد تبقى أضل قمان شكرا لك سمي حمود قيساري ضيوفي الكلام في نقاش على المباشر من لكم نهاية أسبوع طيبة إن شاء الله مشاهدين إلا هو نصل لختم عدل اليوم من نقاش على المباشر نشكر لكم حسنا لإسرائي والمتابع شكرا لكل الطاقة من العامل معي هذا المساء نسينا ما باركناش معي الوزير المطالب عمامرة تعيينه منصب وزير دولة المسشار للرئيس الجمهورية وش رايك في تعيين لنسينا مين قبل نختم أولا نتلقى به ما عنده في السوداء في الكفور تنخيره والله أنا بالنسبالية استدراك من طرف السلطة السياسية في حق الرجل رجل دبلوماسي رجل دولة بامتياز يستهل هذا سيد محمود سيد المطالب عمامرة قام من قامات الجزائر ومكانه يعني في الدبلوماسية الجزائرية ومكانه يعني للوقت هذا الجزائر في أمس حاجة لكل أبنائه ممتاز نبارك إذن ومننا له التوفيق في مهن المشاهدين إلى المتقى بحول الله في عدد قادم نهاية أسبوع سعيدة والسلام عليكم